اهلا ومرحبا بكم معنا في الفقرة التي نخصصها لأداء الأسواق العالمية الصين ما تزال هي مطلق الشرارة سواء كانت الإيجابية والسلبية والصين هي الوحيدة التي ستغير مسار الهبوط والتباطئ والحالة السلبية في الأسواق العالمية كيف تأتي بياناتها وكيف نترجمها على الأسواق ناقش كل ذلك مع ضيفي في السيديو البرنامج سيد مازين سالهب المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماس الاستشارات أهلا ومرحبا بكم شكرا الصين من جديد كيف تقرأ بيانات البي ام اي للصين هل تجدها على الرغم من هذه الحالة لكنها تبقى في نطاق جيد سحيح شوفي على الرغم أنه بيانات البي ام اي كانت ما دون الخمسين وهي عندما تكون تحت الخمسين نقطة تكون سلبية بتماش نعم ولكن بشكل أو بآخر ولا في نقطة مهمة جدا الآن الاقتصاد الصيني هناك عملية إعادة توجيه هذا الاقتصاد بشكل أو بآخر من الواضح أن الاقتصاد الصيني هناك نقطين رئيسية النقطة الأولى أن الارتفاع مستمر بشكل مهم جدا فيما يتعلق بقطاع الخدمات وفيما يتعلق بقطاع الكونسيومرز أو المشتهلكين هناك فعلا الارتفاع جيد هذا أولا النقطة الثانية هناك تراجع واضح في أداء القطاع التصنيعي إذن هناك تركيز الآن في عملية توجيه الاقتصاد الصيني الجريدة في عملية إدارة هذا الاقتصاد بشكل أو بآخر أو ما يوعد باسمه نيو نورماليزيشن يعني الآن تريد الصين توجيه الأسواق العالمية إلى مستوى آخر من الاعتيادية على أن مستوى النموصفة تكون مادون 7% وبالتالي على أن لا تسبب نوع من الهلع في الأسواق العالمية إذن قطاع التصنيع يؤدي أداء إلى حد ما جيد لكن فيه تراجع وقطاع الخدمات يؤدي أداء ممتاز وهناك فيه ارتفاع من غير المتوقع صراحة أن هذه الأرقام سوف تتغير بقوة خلال المرحلة القادمة من غير المتوقع بصراحة لا أتوقع أن هذه الأرقام سيكون فعليا ارتفاع قوي جدا خلال على الأقل ستة شهر القادمة هذا أولا ثانيا الإجراء التي قام بها من الشعب الصيني بتخفيض مستويات الفائدة خلال الأسبوع الماضي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق نوع من الارتفاع بمعنى بحاجة على الأقل إلى ستة أشهر حتى نحن نشوف شو تأثير فعلا أو ردة فعل بشكل أو بآخر على أداء الاقتصاد الصيني وعلى تفعيل عملية تخفيض أسعار الفائدة في قطاع التصنيع بشكل أو بآخر نعم هل تعتقد أن العملاق الآسوي على رغم كل سياسات التحفيزة التي لجأ إليها يبقى بعيد عن تطوير أهم قطاع لديه وهو التصنيع وصناعات التحولية ماذا بشأن الصادرات؟ يعني البيانات التي جاءت أيضا لمدير المشتريات الصناعية تشير أن الصادرات تحسنت بشكل ضئيل جدا طب على ماذا يجب أن أبقي أعيني أكثر على نشاط الصناعات التحولية أم على التصدير؟ شوفي الآن هناك نقطة مهم جدرونها قطاع التصنيع هو الذي شكله بمرحلة من المرحلة خلال العشرين سنين الأخيرة هو الذي شكله قاطرة الاقتصاد الصيني والقاطرة الأهم في ارتفاع مستويات نمو الاقتصاد الصيني بشكل أو بآخر هل الآن عم سيف عندك عادة توجيه؟ هناك تركيز على قطاع الصادرات لا شك ولكن هذا القطاع هو قطاع هش هو معرض للنقطة النقطة الأولى هو مستويات الطلب الداخلي اللي هي بتشكل نسبة مهمة جدا وهذا أولا وثانيا هي مستويات الطلب العالمي ونحن عم نشوف أن الاقتصاد العالمي عم يكون أداء إلى حد ما متواضع ما عندك في عنا ارتفاع وخاصة من الاقتصاديات العملاقة اللي كان في أوروبا وكان في الولايات العالمية إذن الاعتماد على الخارج قد لا يكون مجد بشكل أو بآخر ولن يشبب النوع من الارتفاع في مسؤول الطلب لكن أنت تراهن على اقتصاد المحل الصيني؟ أنا أراهن على أن هناك مستويات عالية من الاستهلاك الداخلي قد تساهم في آلية توجيه الاقتصاد الصيني خلال الخمس سنوات القادمة أفضل من الخارج؟ قد يكون أفضل من الخارج بشكل أو بآخر أنت عندك طبقة وسطة في الصين وهذه الطبقة الوسطة هي الطبقة الأكبر في العالم وهناك ملايين الدولارات التي تتشكلت بيد هذه الطبقات التي اتجهت إلى الاستثمار في الأسواق الأسهم وفي العقارات وفي إلى آخره هلأ ممكن في آلية إعادة توجيه الاقتصاد الصيني وتركيزه على قطاع الخدمات وقطاع الاستهلاكي قد يكون ناجح في تخفيف الاعتماد على قطاع التصنيع بشكل أو بآخر وفي رفع الاعتماد على هذه القطاعات وبالتالي أرهان على أن النمو قد يكون جيد في الاقتصاد العالمي طبيعة المستهلك الصيني هل تعتقد أنه أقرب إلى الأمريكي؟ الأمريكي يحب يشتري سيارات الضخمة وعقارات وأنفاق يومي ممكن يصرف كل دخله والإدخار عنده لا يشكل حتى يمكن صفر إذا ما كان مستدين أصلا الصيني كيف يفكر؟ كيف يستهلك؟ الأمريكيين يحاولون الآن يحاولون من خلال الشركات الأمريكية العناقة من خلال قد التوجيه والدعاية والماركتينج التي يعملوها أن يجعل المستهلك الصيني مثل المستهلك الأمريكي بشكل أو بآخر لأن هذا ينفع للشركات الأمريكية في قطاع الاستهلات التي أمريكا تستغل عليه بشكل أو بآخر ولكن أعتقد أن هناك نوع من التحفظ في عقلية الإنسان الصيني بشكل أو بآخر هناك توجه إلى الاستثمار في أسواق الأسهم نحن شفنا بأن هذه المليارات اتجهت إلى قطاعين اتجهت إلى قطاع الأسهم واتجهت إلى قطاع العقارات بشكل أو بآخر خشلوا في الأسهم خذلتهم تماما والعقارات الآن مهددة بنوع من التراجع ونحلوس نوع من البابل والفقاعة بشكل أو بآخر أعتقد أن المستهلك الصيني الآن يقوم بصرف مبالغ كبرى على طريقة المستهلك العربي ولكن لديه نوع من التحفظ أكثر من الأمريكي لأن الأمريكي يعيش نوع من الثقافة لديه ثقافة استهلاكية أكثر من الإنسان الصيني والعربي يعني كلها على العزائم والأكل والساعات والماركات الفاخرة تماما المستهلك العربي ما أعتقد في مثل إنا تماما ما عندي كنت نوع من تحفظ وهناك نوع من الاستهلاك المبالغ فيه ربما في بعض الأحيان ولا أعتقد أن المستهلك العربي هو قريب إلى المستهلك الأمريكي بهذه العقلية ولكن هو بعيد عن المستهلك الصيني أو المستهلك الياباني بشكل أو بآخر اللي هو في عنده آلية أو في عنده عقلية متحفظة تجاه السيفينغ واتجاه التوفير أكثر طب دولة مصنعة مثل الصين تكلفة السلع لديها يعني تعد رخيصة جدا داخل سوقها المحلي مع كثافة سكانية كما في الصين هل باعتقادك أنه نعم ستباعس لعب أسعار زهيدة داخل البلد ولكنها مع الكثافة السكانية ستحقق عائد ربما فيه ستحقق عائد ولكن من ننسى الشغلي بأنه هل ترى الخطة الاقتصادي في الصين سوف تنجح بشكل أو بآخر خلال السخم السببات القادمة هذه الخطة الاقتصادي التي أعلنها الرئيس الصيني والتي كانت تنص على أن الاقتصادي الصيني شي طبيعي أن يحقق مستويات نمو تحت السبعة في المية هل ترى سوف تنجح خلال المرحلة القادمة هذا السؤال الأكبر التحدي الآخر أعتقد بأنه هناك منافسين كبار للاقتصادي الصيني في الاقتصادي الأسوي مثل من؟ هناك تراجع لأن الياباني وبقاء عند هذه المجتويات سوف تدعم قطاع التصنيع الياباني بشكل أب آخر اليابان مخترق الأسواق العالمي مثل الصين لا بصراحة لا ولكن الاقتصادي يعتمد على أليات مختلفة اليابان تعتمد على تصريف السلع في الصين مثل مسبقية الاقتصاديات أخرى في آسيا هناك الاقتصادي الهندي هناك دايلاند هناك فلبين هناك كوريا كل هذه الدول الآن بشكل أب آخر تقدمت خلال الخمس سنوات الأخرى وخففت ربما أو حجمت من حجم المنتجات الصينية في الأسواق العالمية بشكل أب آخر نعم أرجو أن تبقى معنا أستاذ معزم السلام نعود بعد قليل بعد قليل ونناقش وإياكم استراتيجيات النفط القادمة لماذا تداولات ضعيفة وكيف نفسر التداولات القوية عليه لا ننسى أبدا أن الأسبوع الأخير في تداول على سلعة النفط يأتي بإغلاق مراكز شهرية ربما هذا ما برر الارتفاع الذي حدث لكن الإجابة بعد قليل مع مازن سالهب ونعود معكم من جديد في أداء الأسواق العالمية وأرحب بضيفي سيد مازن سالهب المؤسس والمدير التنفيذي شركة ماس للاستشارات لنعود بعد قليل ونتحدث أكثر عن مستويات أسعار النفط العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن حان الوقت بالفعل إلى شيء متميز معنا دائما في سينبسيا أربية نتحدث عن النفط ونراقب الأسعار سجلت لدينا ارتفاع غريب الحقيقة الأسبوع الماضي 6% شكينا في الموضوع حكينا مين اللي بلقى في السوق فسرنا عادة عندما تحدث هكذا ارتفاعات على مدى جلسة واحدة وتخلص ساحة من محفزات قوية ماذا يكون التفسير لتالي؟ شوفي أعتقم من الوضع بأن هذه الارتفاعات اللي بتكون سريعة ومؤقتية عادة ممكن تكون مرتبطة بإغلاق مراكز مفتوحة خلال فترة بسيطة يعني نحن نعرف أن تداول في أسواق النفط على بسطوة العالم بيكون تداول معظم وبيكون بالعقود الآجلي الفيوتشر التهريا لازم نفضي تماما الفيوتشر كونتراكت أو الفورورد كونتراكت فبالتالي هذا النوع من العقود الآجلي بيقف إلى تاريخ إغلاق وبالتالي أنت بتكون مقيدة بهذا التاريخ فقد يكون هذا السبب ربما اللي خلنا النفط يرتفع أو تصحيح بعد هبوط أو تصحيح تماما لأنه نحن شفنا أنه ارتفاع صار 6.5% على عقود WTI غرب تكساس اللي هي عادة مرتبطة ببورسة شيكاغو وصل ل7% تماما ولكن نحن شفنا كيف أنه عادة مستويات النفط للتراجع مرة أخرى وهذا معنى أن هذا الارتفاع غير مطبط بفندامينتنس بأساسيات تدعم أسواق النفط في المرحلة الحالية هذا أولا ثانيا قد يكون هذا الارتفاع ربما مرده إلى تراجع الدولار الأمريكي تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY خلال الأسبوع الماضي ولكن نحن شفنا أنه الدولار الآن ما يزال ربما هو مرتفع إلى حد ما يهي كمؤشر ولكن هناك شكوك بقدرة الدولار الأمريكي على تحقيق مزيد من المكاسب خلال مرحلة القادمة إذا ما أخذ بعض الاعتبار السياسة المترددة للفدرالي الأمريكي صح أن خطاب الفدرالي الأمريكي كان إيجابيا ولكن أعتقد من الواضح أن يجب علينا أن نركز على أن السياسة المتكيفة للفدرالي الأمريكي لم تنتهي بعد وبالتالي أعتقد هذا ربما خفف من قوة الدولار أعطى ضفع لعقود النفط ولكن ما تزال أعتقد من المبكر الحكم على مكاسب قوية مستمرة وفي هذه النوع من الاستدامة نعم انظر إلى حركة العملات وأننا نترافق معها سويا المشاهدين الأزواج الرئيسة من العملات كيف تتصرف اليور مقابل الدولار سجل لدينا مكاسب ربع النقطة كان هناك مراهنات على مستويات أنه اشتروا على دولار 15 ولكن لا أدري من الذي قدم تلك النصيحة لأنه الحقيقة في عنا فارق ليس بالبيبس وأننا ما نتحدث عن فارق جيد الدولار مقابل أليا لدينا متراجع بعشر نقطة المئوية على الرغم أنه قبل قليل أكد ضيفنا أنه هناك مستهدفات لليل لأن يبقى ضعيف لكنها تأبة يعني يبدو مقاومة قوية على هذه المستويات أكثر رقم أشاهد على هذا الزوج على 120 من فترة الحقيقة الدولار الأسترالي أيضا سجل لدينا مكاسب محدودة الاسترليني الارتفاع أيضا محدود يعني ربما الأكثر استقرارا بين كل أزواج العملات هو الباوند فعلا وأعود لك سيد مازن بداية مع اليورو الدولار أنا لا أريد أن أطلق من قاموا بإعطاء هذه المصيحة 1.15 1.15 اشتروا ليش اشتروا لا شوفي كان من واضح بأنه وصوله إلى 1.15 من الصعب تماما أنه يستمر اليورو بمكاسبه على الـ 15 شوفي كما قلنا سابقا إضعاف اليورو هو كان أحد أهداف الإي سي بي السياسة النقدية للبنك المركزي في أوروبا ارتفع اليورو ليس مرتفعا أو ليس مرتبطا بفندامنتز بأساسيات لسه مرتبطا بأي تحس إيجابي قوي جدا في منطقة اليورو هو كان مرتبط بالأساس بضعف وتراجع الدولار الأمريكي وعدم وجود سياسة نقدية واضحة ترفع من مستوى الدولار عادت العوائد على سندات الخزينة الأمريكية للتراجع مرة أخرى أضعفت الدولار الأمريكي ارتفع اليورو الآن اليورو عن مستوى 1.10 من الواضح بأنه الإي سي بي لن يصبح بشكل أو بأخر ربما بمرحل من المراحل بارتفاع اليورو إلى مستويات قياسية قوية إلى الـ 15 مرة أخرى إذا بقيت السياسة الأمريكية متردة هل الأمريكيين رفعوا الفائدة وكان هناك خطاب إيجابي قد يعود الدولار مرة أخرى إلى الارتفاع مرة أخرى عندها يتراجع اليورو وإلى 1.08 المستويات الـ 1.08 07-08 ربما قد تكون منطقي إلى حد ما خلال المرحلة القادمة الوصول إلى مستويات الباريتي أعتقد بعيدة جدا من زمان بطلنا طبعا من زمان بطلناها وحتى كبرى البلوك الإستثمارية الكبرى ما تزال مصرع على هذا الموضوع أعتقد بأنه هناك بعد عن هذا الموضوع بشكل أو بأخر وهناك ربما تشتيد الانتباه في الأسواق بيصير مرحل من المراحل بالنسبة لمستويات اليورو الحالية الآن 1.08 قد تكون منطقية ولكن العودة إلى 15 لن تكون جيدة لإقتصاد منطقة اليورو وعندها سوف يسيفي عندك تدخل وبالتالي 1.08 إلى 1.012 قد تكون منطقية بشكل أو بأخر بمرحل الحالية نعم طيب أعود إلى الزوجة اللي يمكن كنت أنت